هنا بيقول لي استخدم نصفي التفاعل لا في مسألة 72 بيقول لي استخدم طريقة نصف التفاعل في وزن هذه المعادلات مضيفا الماء والأيونات الهايدروجين في الوسط الحمضي أو أيونات الهايدروكسيد في الوسط الغاعد عند الحوجة هأخذ نصفي التفاعل أولا أبدأ كتابة نصفية التفاعل اللي هي أخذ السي أل أخذ السي أل عليها سالب من ناحية وأخذ السي أل أو العليها سالب من الناحية التانية هنا عدد الأكسد سالب واحد هنا عدد الأكسد موجب واحد معناها فقد إلكترونين هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للسي أل أخذ الان أو ثري ان أو ثري كم عدد أكسد تل إن هنا يا أخوان؟ من يقولي؟ طيب كم عدد عكم الشحنة على الثلاث زرات أكسجين سالب ستة زايد أكس بالساوي سالب واحد يبقى هذه لابد تساوي موجب خمسة طيب عند الطرف الثاني صارت ن أو كم عدد أكسد تل إن هنا؟ كم عدد أكسد تل أو؟ الأو سالب اثنين إذن بالضرورة الان موجب اثنين إذن هذه عليها موجب اثنين إذن اكتسبت كم إلكترون من موجب خمسة لموجب اثنين؟ ثلاثة إلكترون طيب خطوة لبعد كده بضر أوازن الإلكترونات أضرب المعادلة الأولى في ثلاثة بتصير الإلكترونات ستة أضرب المعادلة الثانية في اثنين بتصير الإلكترونات ستة ها؟ من يقول لي إيش الخطوة لبعد كده؟ خطوة لبعد كده هي اختصار الإلكترونات طيب والخطوة اللي بعدها جمع المعادلتين هتبقى ثلاثة سي أل عليها سالب زايد اثنين نو ثري عليها سالب بتعطينا ثلاثة سي أل او عليها سالب زايد two and o طيب حد يعطيني فكرة عن الخطوة اللي جاية خطوة اللي جاية هي الأكسجين كما الأكسجين من هذه الناحية اثنين في ثلاثة ستة طيب كما الأكسجين من هذه الناحية ثلاثة في واحد ثلاثة زايد اثنين خمسة يبقى لازم أضيف جزي بتاع ما طيب خطوة اللي بعد هذه اللي هي موازنة مين موازنة الهايدروجين اللي هي هأضيف هنا اثنين اتش موجب اكتب المعادلة وأفكر في تحويله للوسط القاعدي اكتب المعادلة وأمشي في اتجاه تحويله إلى الوسط ايش القاعدي هنا كيف احول المعادلة للوسط القاعدي قلنا بينضيف الأو اتش السالب للطرفين طيب بأي كمية بعدد الأتش الموجب اللي موجود يبقى حيكون هأضيف هنا هأضيف من هذه الناحية اثنين او اتش سالب وأضيف من هذه الناحية اثنين او اتش ايش سالب طيب هذول حيختصرهم في جزيئين بتاع ما وعندي ما من الناحية التانية يختصر جزيئ الماء الهنا مع جزيئين الماء اللي موجودين هنا يتبقى جزي واحد وأكتب المعادلة في صورة النهائية اللي هي اتش تو زايد تلا اكتب الاتش الموجب لا اختصرته أنا ثلاثة سيئل سالب زايد تو ان او ثري عليها سالب سهم بتعطيني ثلاثة سيئل او سالب زايد تو ان او زايد تو او اتش سالب يبقى هذه المعادلة في صورة النهائية اللي هي عبارة عن معادلة موزونة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة